اشتركوا في القناة بين الحرب العالمية الثانية والنكبة في هذه المرحلة سوف نتكلم عن وضع فلسطين او تاريخ فلسطين بين الحرب العالمية الثانية عام 1939 تنتهي الحرب العالمية عام 1945 خلال هذه الحرب وتاريخ اعلان الكيان الصهيوني تاريخ اعلان النكبة عام 1948 سوف نتكلم خلال هذه الفترة ما هي الفترات التاريخية التي مرت فيها فلسطين فدرس هام جدا سوف نركز عليه قليلا طبعا هذا الدرس يعتبر من أهم الدروس للتاريخ فلسطين لما مر بهم أحداث هامي جدا على مستوى التاريخ الفلسطيني هنا نحن من الدروس الوحدة نحن هنا في الدرس الثالث تكلمنا بالدرس السابق عن الشعب الفلسطيني وعن الثورة وقبله الأطمار السابق المارية في فلسطين قبل الحرب العالمية الأولى إذن هنا نحن في هذا الدرس ما زلنا نتعلم من درس اليوم أن أستنتج تطور القضية الفلسطينية أي التاريخ الفلسطيني خلال الحرب العالمية الثانية ثالثا أن أذكر موقف العرب من القضية الفلسطينية كيف كان موقفهم ثالثا أن أبين مشروع مريسون والمشروع البديل الذي طرحوا العرب ردا على هذا المشروع إذن هذه الأمور إن شاء الله سوف نتعلمها في درسي اليوم سؤال للتذكيرات سألناها قبل قليل ما هي توصية لجنة وارتين هرشو كان هو إصدار بيان صريح عن سياسة بريطانيا في فلسطين ضرورة تحديد الحجر اليهودية تنظيم الأراضي وعدم تحويلها إلى اليهود ضرورة إعطاء العرب الحكم الذاتي وإثبات ملكية حائض البراق لمسلمين كلمات متاحية بلتيمور موريسون الأكثرية الأقلية التطوعي إذن هذه الكلمات المتاحية للدرسي اليوم بلتيمور موريسون الأكثرية الأقلية متطوعي هدف الأول إذن أن استنتج تطور القضية الفلسطينية خلال الحرب العالمية الثانية إذن خلال الحرب العالمية الثانية كيف كان وضع القضية الفلسطينية يعني بين عامي 1939 هو بداية الحرب العالمية الثانية وتاريخ انتهائها عام 1945 طبعا ما هو وضع القضية الفلسطينية خلال هذه الحرب طبعا تجلى وضع القضية الفلسطينية خلال الحرب العالمية الثانية خلال استغلال الصهيونية أو الصحاينة ظروف هذه الحرب لتحقيق حلمهم الصحيوني بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين يعني إعلان دولة الكيان الصحيوني طبعا مستفيدين من الدعم الاستعماري لهم ولكن لم يعد بوسع الصحيوني الاحتماد على الحكومة البريطانية في حماية هذا الحلم في إقامة الوطن القومي في فلسطين فقاموا بنقل مركز نشاطهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذن خلال هذه الفترة قام الصحيوني بنقل النشاط الصحيوني من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحن رأينا في الدروس السابقة كيف كاتب بريطانيا هي الداعم الرئيسي للصحيوني ولكن مع قيام الحرب العالمية الثانية وإصدار بريطانيا الكتاب الأبيض الثالث وترددها في إعلان الدول اليهودية قاموا الصحيوني قام الصحيوني بنقل مركز نشاطهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية السبب في ذلك هم جداً علل قيام الصحيوني بنقل مركز نشاطهم أو مركز دعمهم من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية منقول لأنهم وجدوا في الولايات المتحدة الأمريكية حامية وقوة عظمة خرجت من الحرب العالمية ثانية قوة عظمة خروج بريطانيا من الحرب منهكة وضعيفة وكذلك سيطرت اليهود على القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية مما سحل لهم لإصدار الخرارات الداعمة لهم فهذه الأسباب دفعت فيه دفعت بالصهاينة إلى أعلان أو قيامه بنقل مركز نشاطهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية طبعاً كذلك تزايد النشاط الحركة الصحيونية أو النشاط الصحيوني خلال الحرب العالمية الثانية خلال تشكيل لواء خاص بهم يقاتل إلى جانب الحلفاء طبعاً وأسسوا منظمات إرهابية كالهاجانة منظمة شتيرن طبعاً وهذه المنظمات الإرهابية الإجرامية قامت باختيال اللورد أو الوزير البريطاني اللورد موين طبعاً كذلك هاجمت مستودعات الأسلحة وتخريب السكات الحديدية فهذا هي تحول الصحيوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية هامي جداً نعم من يقرأها؟ طبعاً يا قريس أستاذ أولاً القضية الفلسطينية خلال الحرب العالمية الثانية 1939 إلى 1945 ميلادي تحول الصحيوني إلى ولاية المتحدة الأمريكية تركزت جهود الحركة الصحيوني خلال الحرب العالمية الثانية إقامة الدولة اليهودية في فلسطين نقل النشاط اليهود إلى الولايات المتحدة بدلاً من بريطانيا بسبب ضعفها بعد الحرب العالمية الثانية وظهور الولايات المتحدة كقوة كبيرة وسيطرت اليهود على القرار السياسي فيها طلاب هون تعليل هام جدا علي نقل اليهود نشاطهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من بريطانيا إذن تعليل هام جدا بقول بسبب ضف بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية ظهور الولايات المتحدة كقوة كبيرة وسيطرة اليهود على القرار السياسي فيها إذن ثلاثة أسباب ساهمت بنقل اليهود لنشاطهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من بريطانيا أحسن أكمل تشكيل لواء عسكر يقاتل جانب الكلفاء وتأسيس المنظمات الإرهابي كهالها غانا واشتر التي اقتلت الوزير البريطاني اللورد موند وهاجمت مستودعات الأسلحة أحسن إذن هذه هي الفقرة الأولى بتحول الصهاينة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد نقل الصهاينة لمركز نشاطهم من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية قامت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الحركة الصهيونية طبعا تمثل هذا الدعم بخلال عقد مؤتمر بالتيمور عام 1942 هان جدا ما هي مقررات مؤتمر بالتيمور عام 1942 طبعا بالتيمور هو فندق يوجد في مدينة نيويورد انعقد هذا المؤتمر الصهيوني بدعم الولايات المتحدة الأمريكية والذي تمخذ عنه مجموعة من المقررات الهامة جدا أولا إلغاء الكتاب الأبيض الثالث إذن منلاحظ أن بريطانيا منلاحظ أن الصهاينة كانوا مصرين جدا على إلغاء الكتاب الأبيض الثالث ما السبب؟ من يقول لي؟ ما هو سبب إصرار الصهاينة على إلغاء الكتاب الأبيض الثالث؟ نعم يا فاطمة لأنه يحدد الهجرة اليهودية إلى فلسطين ويمنع انتقال الأراضي لليهود ولا يؤكد على إقامة دولة يهودية في فلسطين أعيدي أولا لأنه لا يؤكد على إقامة دولة يهودية في فلسطين يحدد الهجرة اليهودية إلى فلسطين كم حددها؟ نعم حدد الهجرة اليهودية بخمسة وسبعين ألف أراضي صهاينة بفتح باب الهجرة ما يكون فيه عنده عدد محدد أحسنتي السبب التالي؟ لأنه يمنع انتقال الأراضي إلى اليهود هم يريدون انتقال الأراضي أكثر نعم إذن لأنه من بنود مقررات الكتاب الأبيض في 1939 كان تقييد انتقال الأراضي العربية إلى اليهود فمن خلال مقررات مؤتمر بالتمر عام 1942 أصر اليهود على إلغاء الكتاب الأبيض الثالث ثانيا إطلاق الهجرة اليهودية إلى فلسطين ما يكون عنده تحديد خمسة وسبعين ألف كما في الكتاب الأبيض لا إنما فتح باب الهجرة اليهودية إلى فلسطين ثالثا من لاحظ مقررات مؤتمر بالتمر عكس مقررات الكتاب الأبيض الثالث من الكتاب الأبيض الثالث إلغاء القيود المفروضة على انتقال الأراضي العربية إلى الصهاينة رابعا شاء جيش يهود يكون له رايته الخاصة ومهمته اتفاع عن الكيان الصهين المزعوم أو الدولة اليهودية المزعومة خامسا تحويل فلسطين إلى دولة يهودية فإذا هذه نحن نسميها مقررات مؤتمر بالتمر عام 1942 إذن من لاحظ البنود الثلاثة هي عكس بنود الكتاب الأبيض الثالث عام 1939 إذن إلغاء الكتاب الأبيض الثالث إطلاق الهجرة اليهودية في فلسطين إلغاء القيود المفروضة على انتقال الأراضي وإنشاء جيش يهودي له رايته الخاصة وتحويل فلسطين إلى دولة يهودية فهذا هو مؤتمر بالتمر والذي يعتبر دعما من الولايات المتحدة الأمريكية للصهاينة بعدها وقفت الولايات المتحدة الأمريكية لجانب الصهاينة في عام 1946 في نيسان طبعا وطرحت بريطانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل لجني عرفت بلجنة الأنجلو أمريكية هامة جدا إذن تشكلت لجني هي لجنة الأنجلو أمريكية طبعا مهمة هذه اللجنة النظر في القضية الفلسطينية يعني يبدو ينظروا في شأن القضية الفلسطينية ووضع الحلول إلى آخرين فتشكلت هذه اللجنة من 12 عضو 6 من الولايات المتحدة الأمريكية وال6 من بريطانيا والتي أوصت بعدة أمور ما هي توصيات لجنة الأنجلو أمريكية أولا أوصت هذه اللجنة بالسماح بدخول 100 ألف مهاجر يهودي فورا إلى فلسطين إذن من لاحظ هنا بهذه اللجنة تم تحديد 100 ألف يهودي يدخلون إلى فلسطين مباشرة كذلك من قرارات هذه اللجنة إلغاء الكتاب الأبيض الثالث كذلك استمرار الاتداب لبريطانيا على فلسطين إلى أن توضع تحتوي صحيح الأمم المتحدة أوصت كذلك أن لا تكون فلسطين لا تكون دولة يهودية ولا دولة فلسطينية إذن أمرها لسما مبت أمرها معلّة طبعا رفض العرب كل منها عفلو والعرب رفض توصيات وجامعة الدول العربية هنا اجتمعت وعقدت مؤتمرين مؤتمرين أنشاصهم الولودان رفضا على هذه اللجنة إذن تمثل إذن وقوف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بتشكيل لجنة لجنة الأنجلو أمريكية أو لجنة الظنائية عرفت فيما بعد للنظر في القضية الفلسطينية والتي أوصت بالأمور التي ذكرناها من يقرأها؟ ألا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الصهيونية في نيسان عام 1946 ميلادي اقترحت بريطانيا تشكيل لجنة الظنائية بريطانية أمريكية للنظر في القضية الفلسطينية والتي أوصتها أثناء تدخول مئة ألف يهودي فورا إلى فلسطين استمرار الانتداب البريطاني على فلسطين إلى أن توضع تحت وصاية الأمم المتحدة ألا تكون فلسطين دولة يهودية ولا عربية رفض العرب واليهود هذه التوصيات أحسنتي